السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتمنى من الله عز وجل لكم فأتم الصحة والعافية وإنتم قد تشاهدوا على هذا الفيديو تسمم غدائي بالدروة تسبب في وفاة سيدة والباقي داخل المستشفى في حالة حرجة خليكم معي باش تبعرفوا كل تفاصيل كشفت مصادر إعلامية أن سيدة لقياس مصرعها فيما أدخل الباقي الأفراد العائلة المستشفى الإقليمي بمديونة على خلف ما يعتقد أنه تسمم غدائي نتيجة تناولهم لسندويتشات الطون وأضافت المصادر ذاتها أن حالة أنه حالة من استنفار سادة المنطقة بعد انتشار الخبر الذي لا زالت تحقيقات مستمرة حسب ما علمت مصادر ذاتها لكشف ظروف وملابسات الواقعة بتعليمات من نياب العام المختصة يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذا التسمم الأغذية الفاسدة وغياب النظافة والمعاقمات تكون نتيجة هذه الكارثة الأكل الصحي أصبح نادراً أين المؤسسات الرسمية قبل أن يحدث هذا؟ هل بالفعل تتم مراقبة الفعلية والحقيقية؟ دراءً للمخاطر أنفق التدخل حين ينطق أحداً كالطريق لتكميم ما بقي من أفواه الظروف التي تعرض فيها بعض هذه المأكولات تحت أشعة الشمس ووسط تلوتات ودخان سيارات إلى آخره طبيعي جداً أن تكون ملودة الأمر الغذائي هو ضربه الخلاق والفاسد حسبنا الله ونعم الواكيل لغياب النظافة في أغلب محلات للأكل السريع على الدولة معاقبة صاحب المحل يكون عبرة للغير ومن جي أخرى فكيني الناس اللي عندهم محلات جال الأكل وكيحتارموا الناس كيعتبروهم بحل نفسهم وما يقدروا يجعلوا هذا الشمس ويكون نظافة بك الله كيني ماشي ما كينيش وكين كيني البعض اللي ما عندهم صوق بغني غير يدخلوا الفلوس فلا حول ولا قوة إلا بالله فنأخوتي أخوتي تتاقنوا سنة للفيديو إلى فيديو قادم إن شاء الله وأخبار جديدة إن شاء الله بسلام عليكم ورعاية لله وحفظ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة